اشتركوا في القناة الباقي سلطة اختياري رز بانجر زتون اختياري معناها نحط المكونات نقوله للناس أساس حاجة البطاطة الباقي اختياري الاختياري مثلا نقول بانجر انا اسميه بطراف مع شوية رز تمام هذي طبعا اسمها هيك لانا حتخش الفورن بعد انسا ايه ايه سلطة في الفورن نعرف مكرونة في الفورن سلطة في الفورن جديدة شوية بطاطس هذه المكونات خرطها مع بعض في ذرة حلو في اي شيء ثاني حلو كل شيء اختياري تقدروا تضيفه على اي حاجة انت تبوها بس جبنة ممكن تنحرق لو نحطها في الفورن تنحط اخر حاجة لا تنحط اخر حاجة بس هذي مدبان اصلا مفورن حواريلك يعني هذي هر تكون الداخل ومو تكون برا يعني مدبان اصلا وما يصل الى الحرارة ولوصل الى الحرارة ستذوب ستلبس ناخذ ورق زبدة او ورق المنيوم واي نوع جبنة ممكن تكون مزدر الله مزدر الله مثلا نقول المنيوم عشان ندخل الفورن نبقى احسن نحط البطاطة تعالنا هون تمام كمية البطاطة قداش؟ هذه يعني كيلو ونصف كيلو ونصف يعني ولكن هيا تعطي شكل كبير يعني ثماني افراد احنا عملنا ليك عشان تمام اوكي خلنا نشيلوه الى هكي ثوه نحطه بعيد هذه اول مرة نشوفها ايه جديدة صحيح بالصحة لنا والله حاجات جديدة ومختلفة مع البرنامج هدي قاد نعود فيها كل شوية والثانية لان بجديات تجربة مختلفة من نوعها خلوني نخوض فيها يعني يعني عادي نطيب مش مشكلة ولكن منيش من عشاق الكوجينة والمطبخ بس خلوني نحبة غصبا عني باللي قاعد يصير هذا وبالشفات المتبيزين من كل البلدان العربية يعني هنا الحشوة كما حبيتي يعني اي شي حبيتي تحطي يعني احنا اصلا هي بطاطة محشية هي بطاطة محشية بأي شي بأي شي بأي شي تحطي يعني ان انت حبيت تحطي وبعدين نسكر عليها تمام فيش حاجة تانية حتى تزاد اي شي انت حبازة دي لا حاليا 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 طلعي 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 الطريقة طبعا واضحة في الكاميرا ايه تبقى عندنا شكل دائري بالاخ انا نحسبها هتلتف مع الالمونيوم ما نحسبش ان انت هتلف البطاطا ترجع ايه ايه ويكون ورق زبدة احسن صحي اكثر لا يلصقش اكثر حتى لا يلصقش مستحيل هذه ممكن مرات لو الدرجة الحرارة ممكن ينحرق ممكن كده ايه نسوي بأكل هيك ونحطوا في صنية وندخلوا الفورن نحطوا معناها وندخلوا الفورن ايه ولكن يعني اللي ما تحبش دخل الفورن ما تحبش دخل الفورن تحطوا في ثلاج على طوي ولو يدخل الفورن ليش البطاطا تيفس على الخوطة ايه تخرج كأنها يعني تمام نحطوا في الفورن ايه او تحطها في صنية مثلا صنية تحت اه او تحطها في الفورن تمام معنا اخرين نحطوها في الفورن قداش تاخد وقت هيا هي مستوية طائبة ايه بس على الفورن مثلا عن درجة حرارة 180 قلنا عشر دقائق خمس دقائق هي مفروض مستوية المفروض من فوق ملطة من فوق ملطة عشر دقائق نقفل عليها وبعدين نطلحها تمام لما نطلحها نحطها في الثلاجة شوي اه لازم نحطها في الثلاجة لو طلعتها سخنة البطاطا راح تتكسر اه بس لو طلعتها بلاردة على طول نحطوها في خليها تبرد شوي وندخلها ثلاجة ايه بالضبط لان في حاجات واجد يقولك خليها تهدى شوي تهدى لازم تهدى هذه حترة محلبية مثلا مثلا ثلاجة ما تقبل سخنة على طول شوف القرع هذا تمام هذا اعتقد حتى هو على وشكي خلاص يعني طريبا بس اللحم راح نخلي اخر شي ما راح نبتعليه خلاص وكلما يقعد اكثر كلما يسوي كلما يدي طعم كلما يطلع الصوص اكثر خلاص معنا احنا حاليا اللحم هنخلوها اخر حاجة حاليا احنا خلصنا كل شي والطبق الثاني بتاعنا اللي هو كان المغموم اللحم شربة وصوت الفرن هخلوهم توحليا بس نمشوا تولي فاصل باش نرجع ونشوفوا الشكل النهائي لكل هالاطباق من صلاطة القرع صلاطة القرع خبط الصلاطات في بعض صلاطة الفرن وشربة القرع وشربة القرع والمغموم فاصل وراجعين لاخر قسم في حلقتنا لليوم واخر قسم مع شافنا لليوم مع شاف بشير شوية وراجعين لكم وارجعنا لكم من جديد في آخر قسم عندنا لليوم وآخر كم دقيقة فاضلة من عمر حلقتنا لليوم من شاف وعد مع شاف بشير وآخر دقايق لها معنا للأسف كانت هذه رحلتنا مع شاف بشير من الجزائر والله وحنا أكثر وصلنا بكم توحاليا للقسم الجميل جدا واللي هو طريقة التقديم النهائية والشكل النهائي لكل أطباقنا لليوم نبدو بشنو؟ نبدو بشربة الحريرة عشان لحمها خلي آخر شيء طبعا أول حاجة اللي هو نقدر نوهو عليها اللي هي حطينا قبل الشربة حطينا البطاطا في الثلاجة البطاطا في الفرن طلعناها وحطيناها في الثلاجة تبرد تمسك نفسها بالزبط وهذه نزلها شوية يعني عشان تديلها لون ثاني وتخليها بالنسبة لهذه برضو حطيناها الكريمة اللي جاهزة اللي تكلمنا عليها رحينا القرعة وكل الشيء رحينا كل شيء مع بعضي وحنحط الكريمة اللي درناها من شوية صحيح حط معلقتين كبار وثلاثة هي الفكرة من الكريمة ليش في الشربة هذي؟ نتثقلها وتعطيها قوام أحنا تعطيها قوام ممتئة هذي يعني مهم تمام هتقود شوية على النهار؟ شوية على النهار يعني على طول شوية هذي طائبة طائبة تمتزج مع بعضها تمتزج مع بعضها وتخلي تنقص اللون دعا الأورانج تخلي بارك تخفي شوية ايه وتعطيها قوام ممتاز وراح صبها تمام معنا هنبو الساقم احنا نقول نعليش تمام تفضل حضرتك تمام هيك هتكون سخونة عليك ها؟ هتكون سخونة علي يدك لانها هتكون سخونة فخلي ندروه هكي بسهلا تمام اوكي هذه شربة القرعة مفيدة جدا 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 في كل مكان معروف القرعة أصلا يعني اللي يقطيه مذكور في القرآن يعني والفوائد تاعها كثير من البيوت لا يستعملوا يعني خصوص الأطفال يعني ديمن المتكلم خصوص الأطفال يعني نساعده شوية نا لازمي مع أنك اليوم مش لابسة طبلية ايه دائما أنا قلت بالك آخر حلقة يخلي الوحدي يغير شوية مرات ما نساعدوه مرات ما يطلبوش مني حاجة لكن هو شكله مستمر لعند آخر حلقة المساعدات وعلى علم والراس والله الله يسلمك هذي شو بيت القرعة اللي قلنا عليها تمام حطوا هذي هنا اوكي تمام تزيين بتاعها ايه اه احنا طلعنا البطاطس من الفورة لثلاجة نجيبها هذلك وحطها هنا تمام مئة في المئة ما اسمها شربة مش محتاجة هيك حاجة خضرة من فوق مش محتاجة شي من فوق مفروض معدن المساخ يعني او مثلا حتى شوية ممكن انا نحط هيك شوية مناعرفش ملهاش على طيب بس ممكن نحط حاجة زيك يعني في الماء انا مش عارفة يعني ممكن تكون حاجة كويسة ممكن تكون حاجة مش كويسة لكن حبيت نحط حاجة فوقها لانا شوية شكل كويس يعني لها تمام هذي طبعا في حذار تكون حذارة عشان جدتها هي تكون حذر لما انت تشيل القصدير هذا لانا بطاطا ومهروسة وطايبة ولكني في الفرن شدت نفسها ومع ثلاجي شوف يعني ما تكسرت ما تفتحت يعني بس يلا ما الواحد ممكن يديرها بسرعة ممكن تتكسر ممكن كذا هذا الليش الان بسرعة راح اعملها مثل الكيك تمام هنقصوها زي ما زي ما نتوقعت يعني مش راح نقصها راح نزينها وبعدين في الاخير قبل ما نصورها راح نقص اوك خولوا هذي اوك تمام يالله ما زال عنا المغموم بس بحقنا اخر شي على طول يعني ما حيتمسك وقت شاء الله تمام يلا نحاول نمللي نتقديم بس برضو بل بل شوية بل شوية بل شوية صحيح ممكن تنجل بعجال ثانية عادة صحيح؟ وهي المشكل أنها متساوية مع الصينية فهي أسهل لما نقلبوها ونحاولوها ونردوها بعدين لو حابب يعني مو مشكل هالشكل هيك خطوها في النص ولا مش لازم تمام أوكي حالياً هتنقص لا، ستزين قبل هل نعمل على زي الكيك؟ اللي هو حالياً نحطه في ميوناز ميوناز تمام لما حطينا ميوناز رح تكون دا سماء جداً هي أصلاً بطاطا أو ميوناز هو عندك يوم في الأسبوع مش ضايت يعني تستعمل في البطاطا دا هدا حيخرب شو هدايت مش حيخرب يوم بس بصراحة مع الميوناز والبطاطا فيه ناس بجديات تقولك إن هاي البطاطا ممكن تسمينش وفيه ناس تقولك لا تسمين فيها أنا شويات صحيح تسمين يعني يعني ما نعرفش لا لا تسمين ولكن الميوناز في التأكيد ميوناز هو بطاطا وزيت زيت يعني يعني تمام، هيكي غلفناها كلها اهي هيكي غلفت كامل تمام اهي بعرف أني بطول شوية على الحلاقة لا لا بلاعكس بمازال في شوية ديقة ممكن اللي مازال فضلنا فنحن معاش فضلنا نواجد أصلا اوكي هاي جزال لونا نقصوها توا وعلى قل بش نمشو لآخر حاجة هاي ديش هذا فلفل تمام هاي هي تعطي على شكل الطرطة كما قلنا مهم هاي بالنسبة لهذه نشوفوها ايه افتح عليها افتح عليها ايه عشوي ما ريحنا الدنيا وطاحت الدنيا اه معلشي عفون مليش تمام هاي انا اخطو هذا اوكي الناس كينة مثلا انا نبي حاجة ناخد بيها فمعلشي ممكن تعطيني الهدا ايش هدا 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 ايه نجرب ونحطوه بي تمام نكسبو وقت بس تمام طبعا تقص فيها انت صح؟ ايه خلاص قصيت ها اه تمام اعليشي في صوت قوية يطلع ولكن هدا اللي ليش مش قادر نحول الصوت لانه ضروري ما يكون في صوت ناخدوا منها المياه سحنب ومياه حنق اه ضروري احيان المياه احطي لها شوية احطيه فخار تمام تمام اوكي انشيله هادي خطوها غادي تمام هدا اه محتاج لتزيينه واللحمة ولا مو محتاج تقريبا او طوضه شوية كريمي عليها بس ممكن حطوه في جنبها حاجة خضرة نعش نعطي فيه اراء من عندي يعني احطي فيه اراء من عندي يعني نشيله هدا ولا مازال نبوك خلاص نشيله كل شيء انا حاليا وصلنا ختام حلقتنا لليوم باش نورو بس اخر حاجة معانا واللي هي السلاطة 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 مع السلاطة مع شربة القرعة مع المغموم هذه كانت اكلاتنا لليوم ونهاية اكلاتنا مع الشيف بشير ونهاية رحلتنا مع الشيف بشير للأسف تسلم ايدك شيف بشير وسمحنا لو تعبناك معانا في حلقات كلها في رمضان بلاكس ان شاء الله فرحنا مع المقابل الذي كانت في خبرة لنا وقدينا عدد تقليل كل نجاح ليك ان شاء الله يا رب العالمين وان شاء الله بالتوفيق دائما وطبخاك الجزائري وفي كل مطابخة جميعا ونصحة يا رب نرى ثقافتنا برى الجزائري أنا فتركيا فتحين المطعم الجزائري ومتعنا الاكل الجزائري إن شاء الله يا ربي بصحة لكم إن شاء الله ديما كويسين و ديما صحيحين و ديما بخير و رمضانك مبروك من أول مجديد إن شاء الله و عيدكم مباركة إن شاء الله القادم بشأن الله ستقابله العير إن شاء الله إن شاء الله و مرحبا بيكم كامل و مرحبا بيك حتى أنت معانا الشاف شكرا لك و شكرا لحضورك